الآن فتحت بالفعل أبواب اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاق بأصواتهم في اختيار مرشحيهم بمنتهى الشفافية ونزيها في جولة الإعادة المرحلة الأولى بمجلس النواب القادم إن شاء الله بإذن الله واللي احنا إن شاء الله بنتمنى أن كل مواطن يعني احنا أمامه نفسه ساخنة جدا لأنه عدد المقاعد التي لم تحسم كبير مش بنكلم على عدد قليل وطبعا هذا المشهد الحضاري للسيدات واللي نزلين وبعالم مصر حاجة تفرح الالتزام بقى بالإجراءات الوقائية والاحترازية والكمامة ومصر إنه الأول والأخير هي بلدنا إحنا اللي بنحط الصورة إحنا المسؤولين عنها كل مواطن مسؤول عن مصر هتظهر بشكلها إزاي كل شخص أو كل دايرة أنت هتختار اللي هيكون موجود تحت قبة البرلمان في الغرفة الأولى لمجلس النواب لمدة خمس أعوام قادمة المسؤولية تتعلق بيك أنت صاحب القرار